الفريق النهاردة بيصل إلى اسكندرية لمواجهة نادي الاتحاد السكندري غداً عارفين طبعاً أن فيه إراحة لبعض اللعبين بناء على قرارات النادي الآلي وكان قرار صائب جداً من وجهة نظري دي طبعاً لقطات وصول اللعبين من أجل تأدية المباراة بكرة إن شاء الله عندنا استعانا فارس بمجموعة من الناشئين واللعبين اللي هم العائدين من الإصابة واللي ما خدوش مباراة كتير والله يا أسامة أنا في المواقف اللي زادي آن كان اللي حيلعب وآن كانت النتيجة إحنا في ظهر الأهلي لأن أنا بشوف أن الموقف اللي النادي الأهلي بياخده حالياً كابتن محمود الخطيب زي ما قلنا حيطلع الساعة عشر كمان يكلمنا فيه أكتر أعتقد ده اللي إحنا كلنا وراد الوقتي لأن ده اللي أهم من حاجات كتير جداً يا أسامة وده اللي حيخلي النتاج في حاجات كتير قادمة فعلاً يبقى على قدر اللي إن شاء الله بيتعمل للموسيب الجائع إن شاء الله وده طبعاً جمهير النادي الأهلي بتدعمه بشكل كبير جداً وجمهير النادي الأهلي كانت يعني في منتظرة الموقف ودعمت الموقف والقرارات بشكل مهم جداً نتمنى اتحاد كرة القدم يكون حريص على يعني المنظومة أكثر من كده يكون حريص على وضع عدالة أكثر من كده خاصة أن الجميع أصبح الآن يعترف أن فيه أخطاء وأخطاء في اتجاه واحد واتحاد كرة القدم نفسه عقب أكثر من مرة على سوء مستوى التحكيم المصري فما تخدوش يا جماعة الأمر بالعند خذوا الأمر أن مصلحة اتحاد كرة القدم ومصلحة النادي الأهلي ومصلحة باقي الأندية الغير مستفيدة من الأخطاء التحكيمية هي العدالة ترجمة نانسي قنقر